لم يتمكن معظم اللبنانيين المقيمين هذا العام من الاحتفال خارجاً ليلة رأس السنة بسبب جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان على رأس السنة بالبيت في متحور كورونا ونحن مع الدولة لأنه هاك هاك ما فيش مستشفيات تستقبلنا لأنه أحوال الناس كتير سيئة ومش خارج نسهر برا إلا أن العجلة السياحية تحركت بسبب المغتربين الذين ارتفعت قدرتهم الشرائية بعد انهيار العملاء وقد وصلت نسبة الحجوزات في المطاعم إلى 40% الحركة عم بتكون بين بداره ومرمخيل والمناطق التزلج والباترون طبعاً والحمرة بنسبة أل معظم أل اللي حاجزين هني من اللبنانيين اللي أجوا من الدول العربية ومن إفريقيا همنا الأساسي اليوم عم نركز على حماية الناس اللي بد يفوتوا لجوة يعني يكون في معهم بكسة عندهم شادي التطعين وطبعاً يكونوا عميين بي سي آر ويكونوا حاجزين في حاجز مصبر المستشفيات شهدت إقبالاً على فحوصات البي سي آر نظراً للقيود التي فرضتها الحكومة على الراغبين في السهر في المطاعم والحنات وقد أصدرت وزارة الصحة توصيات للحد من تفشي الفارس ومتحويرته وهذه العداد ممكن تتضعب خلال الأيام القادمة وصلنا لطغط كتير كبير على القطاع الصحي التوصيات الكبيرة اللي لازم ننتبه لها بها العاية هي عدم مخالطة الأشخاص اللي عندهم عوارض ونتجنب أي منجلسة لشخص مخالط لإنسان مصاب التوصيات هي لازم نحافظ على كمامي تباعد إذا قادرين نحاول أدب فينا نتجنب الأميكين المغلقة لفترات طويلة الإصابات بفيروس كورونا تخطط الأربعة ألاف وخمسمائة حالة عشية الاحتفالات برأس السنة رقم صنفت بموجبه وزارة الصحة التفشي المجتمعي على المستوى الرابع وسط مخاوف من تكرار تجربة العام الماضي حيث تضاعفت أعداد الحالات بعد ليلة رأس السنة عام آخر يطويه اللبنانيون على أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية وهم يؤكدون أن أمنيتهم الموحدة تكمن في أن تحمل لهم السنة الجديدة المسرة والانفراج من العاصمة اللبنانية بيروت جوال الحج موسى الحرة